اسلام عليكم. اه عودة الى موضوع اه الطريق السيار اه اللي يربط من جنجن بطريق السيار شرق غرب على مستوى اه وليت اه اسطيف اه بالضبط ببلدية اه العلماء. هذا المشروع الهام جدا لانه يربط واحد من اكبر الموانئ في الجزائر هو ميناء جنجن ولي طوله مية وعشرة كيلو متر اه كان متوقف اه شبه متوقف خلال العامين الاخرين. اولا بسبب غير مباشر يعني نتائج الحراك وتغيير نظام الحكومة في الجزائر. وكذلك بسبب جائحة كورونا التي ما زالت تغطي بدلالها كل كل المناطق انتعى الاقتصاد انتعى على جميع الأصعيد في الأون الآخرة في الشهر الماضي هذا قررت دولة إعادة إحيائه وبعته وعودة إلى الانطلاق لأشغال حيث أن المشروع كان حوزتي شركات إيطالية كانت تقوم بالمشروع وكان مشاكل كبيرة فيما يخص الدفع للشركة هذه لأنها تعولت ديون المشروع لدى هذه الشركة وصلت إلى 600 مليار سنتيم فهذا الشهر هذا قررت الدولة قررت الدولة دفع كل المستحقات الشركات هذه إيطالية وعودت إلى الأشغال لكن رغم ذلك العودة سوف تكون بطيئة المهم العودة للأشغال هدو اللي يهم وهي بعض المقاطع من طريقة يعني تقريب مكتملة أغلب المنجزات الفنية من الجسور وكان جزء من النافق تقريبا مكتملة لكن معلش المهم العودة للأشغال ورغم أن فيه يعني بعض التعطل لجلب العمال جلب العمال بسبب الكورونا المهم أن المشغول أن المشروع أعيد إلى العمل وإن شاء الله يكون في آخر السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر